سين ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى جيم العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح ونفي العدوى ليس نفياً لوجودها ولكنه نفي لانتقالها بنفسها فالمؤثر في انتقال العدوى هو الله تعالى ويدل عليه ما جاء في الحديث أن رجلاً قال يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الضباء فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول يعني أن المرض لم ينزل على الجمل الأول بالعدوى بل نزل من عند الله عز وجل فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم فجرب الأول ليس سببه معلومة إلا أنه وقع بتقدير الله تعالى وجرب الذي بعده له سبب معلوم لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب ولهذا أحياناً تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت وكذلك الطاعون والكليرا أمراض معدية وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون فالعدوى موجودة ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لألا تنتقل العدوى وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك وفيه إثبات لانتقال العدوى لكن انتقالها ليس أمراً حتمياً بحيث تكون علة فاعلة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وأن لا يورد ممرض على مصح هو من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب نفسها فالأسباب لا تؤثر بنفسها لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سبباً للبلاء لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وعلى هذا فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أن المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح بنفسه وإنما ينتقل بتقدير الله تعالى فمخالطة المريض للصحيح سبب من أسباب انتقال المرض ولكن ليس معنى ذلك أنه واقع لا محالة بل قد يقع وقد لا يقع وكل بمشيئة الله اشتركوا في القناة